اشتركوا في القناة برئاسة المستشار مرتض منصور بيدفع المستحقات القديمة للعيبة بتاعت اليد والجهاز الفني كان مشاكل كتير جدا نادي الزماني كان بيمر بيها خلال ثلاث سنين فاتوا لكن المجلس الحالي بيحاول يدفع المستحقات القديمة كابتن حسام البدري بيعترض على سوق فترة الاعداد بالنسبة للمنتخب الأولمبي المتشاطة عمالة تتلغي كان فيه مورا مع غانا الشهر اللي فات أو الشهر اللي احنا فيه ده تلغت فكابتن حسام بيقول يا جماعة كده مش هينفع انا عايز استعد عايز ماتشاطه الدية عايز الفترة الاعداد اللي انا عاملها أو الجدوى اللي انا عامله يمشي بنظام ولكن فيه حاجات كتير فكابتن حسام يعني بينبه يا جماعة خلي بالكوا كده انتوا يعني مش ماشين حسب البرنامج اللي احنا حطينه كان فيه جلسة ما بينه وما بين الاستاذ جمال العلام بحضور الكابتن حمده المصر عدو مجلس الدارة والاستاذ جمال العلام قال ان هو حيوفر له كل الماتشاط الودية اللي هو طالبها في الفترة القادمة وخلي بالكوا ان منتخب الأولمبي حيلعب تصفيات دورة الألعاب الأفريقية واسلام صادق بيقول ان فيه مطشين اتفعوا عليه واحد مع أغاندا يوم 13-11 والتاني مع منتخب عمان الأولمبي في عمان ان شاء الله يوم 18 في الفترة اللي منتخب مصر هيكون بيلعب فيها مع السنغال وتونس وده بشكل مبدئي مباراة مع أغاندا هنا في مصر يوم 13 ومباراة أخرى مع المنتخب الأولمبي العماني في عمان يوم 18 وبشكل مبدئي يعني لسه الاتفاقات النهائية كابتن حسين بدري برضو بيتابع بعض اللعبين المحترفين اللعبين بتلعب في دوريات خارجية ولكن معهم جواز سفر مصري زي مثلا عبدالله ياسين ده كان محترف في نادي بولونيا الإيطالي فكابتن حسين بيتابع بعض اللعبين نروح لأخبار النادي الإسماعيلي الإسماعيلي بيصرف المستحقات المتأخرة خلال